نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم نعاليم بسم الله الرحمن الرحيم في الجزئية الأخيرة تتكلم عن الموجات في بعدين طبعا كلمة في بعدين أي لها اتجاهين كلمة في بعدين يعني اتجاهين لأننا اتكلمنا قبل كذا عن الموجة اللي في بعد واحد وكانت الموجة اللي في بعد واحد اللي منها الطولية والمستعرضة كانت الطولية هكذا خلاص وكانت المستعرضة هكذا وكل هذا الاتجاه أي ليس إلى اليميل وإلى الأسفل أو إلى اليميل وإلى اللعلى أو إلى اليميل وإلى اليسار إنما في البعدين هي لها اتجاهين لما انتجي ترمي حجرة في بحر أو في بركة أو في موية رح ينتج عندك نقطة ثم ينتج عندها هكذا صح؟ اللي باللون الأزرق هو عبارة عن قمة ولذلك هي تمشي في الماء بهذا الشكل لكن على شكل دائرة لما تجي تكربنا عند الدائرة الجزئية هذه رح تلقى أنها قمة أي أن الماء أعلى من سطح الماء والأبيض رح تلاقيه قاع إذن هو أسفل الماء هذا يحتاج له إلا تركيز وتكريب لما تسوي التجربة ورح تلاحظ الحركة هذه إنما مسألة فيه بعدين إذا جينا قسمنا هذا الدائرة على شكل X أو مثلا قسمناه على شكل ضر هذا ضر رح يحدث عندي إيش وجهين هذا الوجه متجه إلى هذا الجهة وهذا الوجه متجه إلى هذا أو هذه الجهة وهذا الوجه متجه إلى هذا الجهة وهذا إلى هذا وهذا أيضا يمين يسار فوق وتحت هذا إيش شمال شرقي وهذا شمال غربي وهذا جنوب غربي وهذا شمال جنوب غربي أو جنوب شرقي أما هذا يمين يسار فوق تحت إيش الفرق بين الأثنين الأثنين ما بينهم فرق ليش لأنهم عبارة عن بعدين البعدين ما يفرقوا مهما أتعزدت الحالات إذا جينا نفصلها أكثر نلاقي إن هذا رايح بهذا الاتجاه وهذا رايح بهذا الاتجاه إذا جينا قلبناه راح نلاقي إن اللي تحت أصبح بهذا الاتجاه فوق واللي فوق صار إيش تحت وإذا جينا رجعناها مرة أخرى نلاقي إن هذا اللي كان تحت تقدوبه أصبح فوق فبالتالي هذا يعتبر نص وهذا يعتبر نص ليش؟ لأنه عبارة عن شيء معاكس شيء معاكس لنفس القيمة يعني كأنك تقول إيش وجهين العملة واحدة هذا الاتجاه كمان أيضا يعبر عنه بقيمة نص وهذا بقيمة نص إذا جينا جمعنا الأنصاص راح نلاقي إنه إيش إثنين إذا هو فيه بعدين إثنين كمان إذا جينا ركزنا على هذا الشكل راح نلاقي إن اللي فوق إذا قلبناه راح يكون تحت واللي تحت راح يكون فوق إذن هذا يكمل هذا بنفس الاتجاه بشيء معاكس يعني واليمين بالإيسار أيضا وإذا جينا هنسميها النص ونص وإذا جمعنا حيكون اثنين إذن هو على وجهين إذن هو يمشي فيه اتجاهين بواقع اتجاه واحد متماثل هذا هو الاتجاه الواحد المتماثل بحيث هذا يكون فوق هذا يكون تحت والعكس وحيكون هذا تحت وهذا فوق هذه فكرة اللي فيه بعدين وعندنا حاجة اسمها مقدمة الموجة مقدمة الموجة هي الموجة الأولى التي تسير فيها أثناء إلقاء الحجر إذن الموجة الأولى اللي في الأمام أول أول موجة اللي قدام اللي ما قدامها شيء تسمى مقدمة الموجة أما الشعاع هو خط مستقيم متعامد زي ما قسمنا الآن إكس هذا هو الشعاع اللي يساعدك في فهم الموجة في بعدين اللي هو نحن الآن تكلمنا عن تمثيل الموجات في بعدين نجي الآن هنتكلم عن الموجات المنعاكسة ترجمة نانسي قنقر